السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاكم اشوفكم ان شاء الله النهاردة اطبر اول فيديو في القواعد اللغة الانجليزية. طبعا القناة بتاعتنا. هتلم كل الدروس بتاعت القواعد بتاعت كل التنسس كل الازمان بتاعتنا. ازاق زيها قهورين. قهور الكلام ده هتكلم عليه في القناة بتاعتنا ان شاء الله. وهي رقم الفرق. وطبعا الشعار بتاعنا الانجليزي. طبعا هي قاعدة قاعدة بسطة جدا. كل القواعدة هنقص على نفس النظام. احاول ابسطها على دماغدر. وفي نفس سنة اما ما سيبش حاجة في القاعدة. هبدأ اول حاجة النهاردة في وتعالى نشوف. هنبدأ عليها السئلة دلوقتي. طبعا بنسيب في ان شاء الله في نص الفيديو كده. هنسيب جوزي كده الحل. وهنبدأ نحل كده وانشوف نفسينا نعملين ايه في القاعدة دي. وخليكم انتوا تشوفوا وتقسوا مستوىكم من نفسيه. تمام? نبدأ اول حاجة. الفورم بتاع البص سيمبل. اه. سابجيك. بلاس. 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 الفاعل. الفاعل. مش فاهم. بس هنا عندك افعال حاجة اسمها. منتظم. والافعال الغير منتظم. طب برضو. ما فينش حاجة. عندي مسلا نفاهم زي كلمة بلاي. بلاي. معنى هي العب. الماضي بتاعها بلايد. بلايد. كلمة مسلا ده لو منتظم هحط له اي دي في الاخر. اما لو كان اخره اي هضيف دي بس. تمام? طبعا عندي افعال لو اخرها حرف واي. وقابليها. مش متحرك. ساكن بحط اي اي دي. وطبعا قليل جدا لما بلاقيه. تمام? حوالي 15 فاعلة وطبعا راح تلاقي من قصودك. قليل الاول لقيته. عندي طبعا اه السبجك تسمعين شايفين كده? في حالة النفي. سبجكت بلاس ديدنت بلاس انفاناتيف. عندي كلمة ديدنت. ديدنت او ما شافها في الجملة او ديد لو مش هنفي ديد او ديدنت. تعرف على طول ان الفاعل بتاعنا في المصدر. يعني في المصدر بدون اي اضافات. بلاي متباش بلايس. هتبقى غلط. بلاي متباش بلاينج. غلط. بلاي متباش بلايد. برضو غلط. الفاعل بتاعنا مصدر. يعني مصدر بدون اي اضافات. يبقى عندنا بما يجب حالة النفي. سبجكت ديدنت مش دونت. عشان في الناس في النفي هتقول ليه? طب ليه ما نخدش دونت? قال لها دونت غلط. طب ديزين دوزينت برضو دوزينت غلط. يبقى سبجكت ديدنت بلاس انفاناتيف. اه طب انا عالت تزيل الوقت اعمل او كوزيشن. تعال نشوف كده. ازاي اعمل سؤال بديد. اول حاجة ديد نمبر وال. سبجكت بلاس انفاناتيف. زي ما قلت. ديد بيجمعها الانفاناتيف. ديد احمد بلاي تنس. ديد احمد بلاي بلاي تنس. تمام? يبقى لما اجعل فيها ايه? احمد ديدنت. ديدنت بلاي تنس. احمد بلعبش تنس. او بلعبش تنس. تمام? اه طبعا عن ايزامبر اللي جاب لكم تلات اه تلات امثلة. احمد زار. لو لقيت عندي كم كلمة كده انا لازم اشوفهم. اول ما اشوفهم اعرف على طول اللي انا بتكلم في الماضي. يعتبر انا كتبهم لك خمسة او زي ما انت شايفينه تحت اوه. الخمس كلمات دول. اولهم كده. يستردي اجو. انزا باست لاست. ان بلاس تاريخ قديم. تمام? يبقى يستردي اجو. انزا باست لاست. انزا التاريخ القديم. طبعا انا عارف فيه ناس مش فهمها. وفيه ناس طبعا عارفينها عارفينها. ومرحلة المستوى بتاعهم اعلى من كده. طبعا هنوصل لكل المستويات فيما بعد. اول طبعا كلمة يستردي. يستردي ممكن تيكي في الاول جملة. وفي اخر جملة. مسلا على سبيل المسال. يستردي عبدالرحمن بلايد تنس. انجاردي. يستردي عبدالرحمن بلايد تنس انجاردي. ده كده لو كنته في الاول. تمام? تبقى كنته في الاخر. عبدالرحمن بلايد تنس انجاردي يستردي. تمام? كده في الحالتين. اجو. اجو بنهدفه في الاخر خالص. تيكي نشوفكم ان عندنا مسال رقم اتنين كده. وي وير. وي وير. ان كايرو. اوي كايرو. احنا في كاهرة منذ اسبوع. تمام? رقم ثلاثة. وين هي هاد? وين هي هاد? ان ايديا. لما هو كان عنده فكرة. هو كتب قصة قصيرة. طبعا عندي حاجة اسمها ادوات الربط. طبعا كلنا عارفينها عشان احنا في سنوية عامة عارفين كل ادوات الربط. المسال عندنا. as soon as after because till until when before كلمة دي كلها. دي كلها اسمها كلمات دلة. وطبعا اه كلمات ادوات ربط معلش. وف. اف لو كت في الاول تبع ادوات ربط ووكت في النص برضا تبع. تمام? يبا كده لما اشوف كم كلمة عندنا او او ما اشوف خمس كلمات اعرف اللي انا بكلم في الماضي. يستردي اجو. انز باست لاست. انو تاريخ قديم. تقري معي كده? يستردي اجو. انز باست لاست. انو تاريخ قديم. طبعا انو تاريخ قديم انت طبعا في ناس مش فيماها. انا اجبها لك في المسال الاولاني. لو بصيك اف معي في السؤال الاولاني. السؤال ده كده. احمد زهار لندن. لو ملاحظين انها جاتها ايه? تمام? ايه? والتاريخ القديم. ايه? تمام? يعني هو راح لندن في سنة عشرين عشرة. الفين و عشرة. تمام? اوكي. طبعا في ناس كتراوي بيجي لك كلمة يحتاره. ام تاخد فور و ام تاخد سنة? طبعا الاتنين يعتبر زي بعض. الاتنين معناها منزو برضو. بس الفرق ان دي بتيجي في حالات و دي بتيجي في حالات انا خالص. طبعا الاتنين لها قاعدة لوحديهم. يعني في ناس بتقول ايه هيدي القاعدة? انا ملخص القاعدة. فان شاء الله في فيديو تاني هعمل الفرق بين كلمة فور و سنة. بس انا بحاول اخص دروادي عشان ايه? نفهم ونبدأ نحل. فور بتيجي مع وقت محدد. وقت يعني بالدقة. مسلا نقول لك ايه? فورتون منيتس. منزو دقة كتاين. محدد او مش محدد لانا كده بملي. تمام? فورتين ايرز مسلا. منزو عشر سنوات. تمام? وقت محدد. كانت سنس. لا كده مش وقت محدد. طب ازاي دينا مسال كده? مسلا مسال بتاعنا. سينس من الجمعة اللي فاتة. طب انا كحددت امتى في الجمعة اللي فاتت. ده عندي يوم بحال. ما حددتش. ايبا كده وقت غير محدد. تمام? اه دي كده اعتبر الشرح بتاعنا النهاردة. هنبدأ نخش في جزء التاني. والحق ونحل شوية. تمام? يلا بنا نبدأ. نبدأ تاني في المسال الاولاني. طبعا معكم بالزبط انا حل السؤال الاول والتاني. وهسلكم التالت والرابع والخمس تفقروا فيهم. تمام? ماي ماظر اسبيس مي توزا دينتس افتر اسكول يستر دي. طبعا انت الله لاحزت كده اخر كلمة موضحة وقدم حضرتك كده. هكبرها لك دلوقتي. زي من شايفها كده فوق خالد كده ايه? يستر دي. يستر دي. يستر دي اول ما اشوفها على طول. اعرف انه بتكلم في الباست سيمبل. يبقى على طول اختياري هكون يا اما. verbs to or verb plus d e d i e d. ادور على حجم دول. what's talking? ما جبتش برضو سريتها خالص. ما جبتش سريتها خالص. ما جبت سريتها هاد. هاز? ولا سريت هاز? طب واحد يقول لي تمام ممكن هاد تنفع. هقول له تنفع. بس انت لو بصيت كده بعديها? تكن. ده تصريف التالت للفعل. انا بل لك تصريف تاني. مش تالت. يبقى لجوا بتاعتنا الصحة. توق. اعتبال نمبر d. اه نمبر دو. يا سيب ووركت. فاست. انت بس. before everyone else in the class. ده فيك المدلة. هدور عليك المدلة. يا سيب ووركت. لو بصيت على كلمة ووركت. اتلاقيها ماضي. ذير فاست. انت. يبقى هو عايز حاجة بعدية. يبقى. يبقى. فنش. فنشد. هاد فنشد. ووس فنشد. طبا بالاستبعاد. لو بصيت على فنش. فشنج. اه. فنشنج. غلط. وهاد فنشد برضو غلط. يبقى ما عنديش اغر اتنين. فنش. فنشد. طب واحد يقول لي برضو فين الكلمة الدلة. هلو كلمة بفور. مش لسه لكم شوية دوت ربط. تمام? هتلقى. تمام? نمبر بي. او لاتر بي. اوكي? نمبر سري. معكم بالضبط تلات دقيق. ممكن توقفوا الفيديو. اه وتحلوهم. وترجعوا نكمل احنا. يا رب بيكونوا حلتهم. اربعة تلاتة. الفيلم كانش حل. اي. اس بايس ات فيري معش. تبقى اي اي? طبعا لجابة بتاعتنا تبقى اي اي? اه انت لو بسيت على كلمة وزن ت فيري جود. مكنش وزن تبقى نافي. وفير جود جيد. يعنى مكنش كويس جدا. تمام? تب فيه ممكنش كويس يبقى هيستمتع ولا مش هيستمتع لو فكرت فيها شوية ببقولك ايه مكنش حلو يبقى مش هستمتع يبقى انجاين اول واحدة تبقى غلط تمام ووز انجاينج هو استمتع انا لسه انين ما استمتعش يبقى لتر بي برضو غلط تب نوصف لتر دي و لتر سي انا بانفي باي لسه اي من شوية يانفي بديدن يانفي ووزن طبعا نستمتع شوية هانفي بديدنت يبقى الاجاب بتاعتنا الصح لتر سي نمبر فايف سوري نمبر فور طبعا انت روسيت على كلمة وينت دي الموضي من كلمة جو احنا زهمنا اللي منزل هالا باتشي ولكن هي استنى ولكن هي اكيد ما كانش هناك لو ما كانش هناك يبقى سري هاجيب سريت نفي لو نفي وزنت ولا ورنت ولا وزنت ولا ديدنت طبعا اللي لجابة بتاعتها اكيد ديدن مفكر كتير ليه بانفيش على بيها تمام؟ ترجمة نانسي قنقر